هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب الذين أكدوا أهمية مناقشة برنامج الحكومة من أجل الوصول إلى برنامج موحد يخدم المواطن اتناقشنا في كل الملفات اللي بتهم قطاع الزراعة والتطور في هذا المجال وخاصة القادة السياسية بتولي هذا الملف عناية خاصة لأن هذا الملف هو الملف المعني بتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري اللي هو أحد مقاومات الأمن القوم الحقيقة احنا طبعا استمعنا في البداية لعرض الوزيرين السيد وزير الرأي الحقيقة كان عامل بريزنتيشن قوي جدا عرض به التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية في ظل محدودية مصادر المياه الموجودة وتكلمنا ازاي هنتغلب على هذه المحدودية الوزير عرض رؤيته في ضوء ما ورد فيه برنامج الحكومة لكن هو يعني ما أضافه قال أن الشكل التقليدي لعمل السفارات في الخارج سيكون هناك تغيير عليه بمعنى يجب أن يكون هناك السفارة ومبنى السفارة وكافة الإمكانيات ومكاتب التمثيل سواء العمالي أو التجاري أو الثقافي وهي تتبع وزارات أخرى صحيح تعمل جمن الخارجية لكن الترشيح يأتي من قبل وزارات مختصة لكن يجب أن يكون في خدمة المصلحة الوطنية والإقصاد الوطني المصري بمعنى يمكن أن يكون هناك دور جديد للسفارات في الترويج للاستثمار في مصر ترجمة نانسي قنقر